الأسبوع من السكان يوز عربية أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وتتابعون فيها سوريا جيش على عتبة الانهيار ومعركة متسعة الرقعة تركيا بعد الانتخابات وغابة الاحتمالات الروهينغا مذابح منسية وتشرد حاضر لم تشهد الأرض السورية منذ أكثر من أربع سنوات ونيف توسعا في رقعة المعارك مثل اليوم لتكاد تخل محافظة سورية من نقطة قتال أو أكثر آخرها في السويداء وفي المقابل فإن الجيش السوري يعاني اليوم من مرارة هزائم لم يذقها منذ فترة طويلة السيناريوهات وفقا للتوسع والانهيار تعددت ومن أبرز ما أفرزت ذلك الحديث المتزايد عن رحيل الأسد بين السويداء ودرعا جبهات جديدة تفتحها المعارضة المسلحة ينسحب النظام من اللواء 52 قبل أن يبلغ مسلح المعارضة مطار الثعل العسكري في غضون أيام تفقد دمشق جزءا من بوابتها الجنوبية شمالا لم تهدأ الجبهات تحاول المعارضة تعزيز تقدمها بعد تأمين خط المسلومة جسر الشغور لم يبقى للنظام الملتف حول آخر معاقله المؤدية للمناطق الساحلية سوى طيرانه الحربي ليقصف مدنا وقرا بشكل عشوائي آخرها وليس آخرها الجنودية حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح قوات دمشق أو ما تبقى منها محاصرة بين معارضة المسلحة التاسع رقعة انتشارها بشكل مستمر ومسلحي تنظيم الدولة الذين يتقدمون ويستحوذون على أراض كل من سحبت القوات النظامية منها دون أدنى مقاومة تذكر قطاع واسع من المعارضة السياسية الحاسمة في أمر نظام بشار الأسد باتت أكثر تلهفا لسيناريو السقوط بينما تحاول المعارضة المرنة تغيير لهجتها تحت ضغط المنعرجات والتقلبات الميدانية فمن كان يرى للأسد دورا في عملية انتقالية تطوي صفحة الحرب بات يرى التغيير حتميا في ضوء استحالة الحسم العسكري التغيير حتمي في سوريا هذه السلطة الحالية اليوم للأسف كنا نأمل لو كان التجاوب مختلف لكن لا أعتقد ولا أحد يعتقد أن باستطاعتها انهاء الحرب في سوريا بغض النظر عن موضوع المشروعية من عدمها لكن لا يستطيعون انهاء الحرب في سوريا إذن المطلوب هو هيئة حكم انتقالي تمكن السوريين من اختيار مستقبلهم وشكل سوريا المقبلة وبين معارضة الداخل المسلحة ومعارضة الخارج السياسية أطراف إقليمية ودولية تدرس جميع السيناريوهات الممكنة فحقيقة الأرض قد تفرد الكثير على ما يدوره بالكواليس إذن مشاهدين حول الموضوع السوري ملفنا الأول نرحب بضيفنا في لعجل استوديو الخبير العسكر والاستراتيجي الدكتور صالح المعايط على أن ينضم إلينا من دبي مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير التقي أرحب بك دكتور صالح في البداية السويداء دخلت على خريطة المعارك اليوم التي اقتحمتها المعارضة بشكل أو بآخر وكان بشكل أو بآخر السوريون وحتى عندما يجري الحديث عن المعارك وكأن السويداء مثلها مثل الساحل محمية بطريقة ما ماذا يشكل اليوم اقتحامها من الناحية العسكرية إذا نظرنا إلى النظام السوري أعتقد أنه الآن تحت ضغط ما يسمى تعدد جبهات الاشتباك أو القتال معه أخذنا السويداء كجبهة قتال بالجنوب وأخذنا إدلب هناك جبهة قتال وأخذنا القلمون هناك جبهات قتال وفي الشمال بالتجاه الحدود التركية هناك جبهة قتال هذا يعني أن نظام السوري والجيش السوري عندما تكلم عن نظام السوري والجيش السوري فهي متلازمة واحدة النظام هو الجيش والجيش هو نظام وإذا سقط الجيش سقط النظام وإذا سقط النظام سقط الجيش لماذا السويداء منطقة نحن نسميها بالبعد الاستراتيجي مركز الثقة الاستراتيجي لعدة أسباب يحاول النظام أن لا يكون الجنوب معزول لأنه الآن كل أطراف المركز إذا أخذنا أن النظام يسيطر على مركز دمشق والريف دمشق الآن الأطراف النظام السوري أو أطراف الدولة السورية مسيطرة عليها من قبل المعارضة بمسامياتها المختلفة أو التنظيمات المقاتلة بمسامياتها المختلفة السويداء مهمة لوجودها لأنها إذا استطاعت المعارضة أن تسيطر على السويداء وتحاول الجنوب السوري أن تعزلوا عن المركز يعني أن ينظر السوري أن دول الإقليم المجاورة لسوريا تساند المعارضة وإذا استطاعت المعارضة أن تحتل السويداء وتسيطر على الدرعة يعني أنه أصبح نظام السوري محاطم دمشق من جميع الجهات المطار التعالي الذي صار عليه قتال شديد والآن مد وجزر بين الطرفين بين المعارضة وبين النظام كل يدعي أنه حقق نجاحات وإنجازات أعتقد المطار العسكري لماذا الاهتمام فيه لسببين السبب الأول تعتبر المعارضة إذا سقط بيدها أنها قللت من فعاليات الطائرات السورية لأنه الآن الجيش السوري لا يقاتل بالقتال التقليدي يقاتل باستخدام القصف الجوي ما يسمى بالقتل الجماعي يقاتل أشبه بقتال الكر والفر مع التنظيمات التي تحاول أن تفتح عليه أكثر من جبهة لتشتيت جهده إذا استطعت المعارضة أن تسيطر على المطار الذي يمتلك قواعد ومقرات ومهاب الطائرات وطائرات كثيرة أعتقد ستقلل من تأثير القصف الجوي لأن القدرات الجيش السوري الآن تنحصر بالمدفعية البراميل المتفجرة سلاح الجو وأعتقد الخطر على المعارضة هو سلاح الجو والطائرات طيب يعني في طارح حديثك عن أهمية السويدة إلى ما شبه لن ننسى أنه درعة منخرطة بالأحداث يعني درعة من أول محافظات التي انتفضت عندما كان هناك ثورة سلمية لنقل والآن لا تخلو من السلاح لا تخلو من المشاكل وحتى هناك أنباء أنه في ضغط من أهالي درعة لأهالي السويدة حتى يتم التعاون معهم ضد النظام ما تقديراتك هنا من حيث تأثير الجيران يعني من حيث المحافظات وليس الدول بالضبط هو يحاول النظام أن يستقطب ما يسمى الاختراق ببعد الحواظن الاجتماعي للتنظيمات أو للمعارضة في الدرعة وفي المحافظات الأخرى جيدة لكن يحاول النظام كما يحصل بالعراق استقطاب بعض الرؤساء العشائر القبائل حتى يعمل ما يسمى الخرق بين قوات المعارضة ويقلل من تعاطف وتقديم الإسناد اللوجستي والمادي والمعلومات من قبل هذه العشائر النظام السوري يحاول لأنه بقي النظام السوري الآن إلى حد ما تم استنزاف قدراته العسكرية جيشه الذي كان 300 ألف مقاتل انشق منه ما يقارب الآن فرق زائد يعني حجم الجيش السوري 12 فرق لما انشق فرق زائد إلى فرقتين ما يقارب انشق منه 6 ألاف ضابط معظم الذين انشقوا من الجيش السوري هم توجهوا إلى الجيش الحر المعارضة في هذه المنطقة والآن الرهان من قبل الإقليم المساندة هي على الجيش الحر الذي هو نتج من انشقاق ونعود أن أذكر فقط لأنه تتشعب الأمور عندما يتعلق بالفصائل المعارضة يعني داعش والنصرة والجيش الحر والجيش الفتح هو إلى آخره في هذه المنطقة تحديدا عندما تحدث عن سويداء ودرعا هناك تواجد أكبر للجيش الحر نعم أليس كذلك؟ نعم وجود داعش لأنه هناك أيضا تمت حديث عن وصول داعش إلى مشارف هذه المنطقة أيضا بالزبط داعش قد تكون تخفيف الضغط على النظام قد لأنه الآن الموقف غموظ غير واضح إذا رأينا لماذا الاهتمام أيضا بالجنوب كما ركزت عليه في البداية اللي هو السويداء يخشى النظام أن تنجح تركيا وبعض دول الإقليم بإفراد ما يسمى مناطق عازلة أو مناطق آملة هذا المناطق يحضر على الطيران السوري أن يتحرك فيها أو اللي هو فلايزون ويحضر على القوات السورية أن تتقدم وهذا يساعد أن تكون هناك مناطق يمكن تزويد الجيش الحر يمكن إيواء اللاجئين لأن تركيا اليوم أعلنت أنه خلال أسبوع تتفق عليها مقارب 13 ألف نازع إذن تحاول تركيا أن تعمل منطقة عازلة الجيش السوري اليوم أرسل تعزيزات إلى الشمال السوري باتجاه تركيا لمنح هذه المناطق العازلة أنه نوع من التقييد إذا أخذنا بالشمال وأخذنا بالجنوب لم يبقى له منفذ إلا باتجاه الساحل وهو اللاذقية طيب عندما تتحدث عن تركيا وإجراءاتها أيضا عندما تتحدث عن الجنوب الأردن وإجراءاته البعض يتحدث عن دور الأردن فيما يجري على الأقل من ناحية وساطة بين العشائر لنوع من التهديئة هل من أنباء مؤكدة عن دور الأردن اليوم؟ شوف يختل عزيزة دور الأردن ليس بخفي عن حدا واضح من أول يوم كان يدعو الأردن أنه وحدة الأراضي السورية لأن النظام السوري تحول من القتال إلى القتل الجماعي والقتل الجماعي لا تمارسه إلا إسرائيل تحول إلى سياسة الأرض المحروقة وهو سياسة الأرض المحروقة لم تمارس إلا بالحرب العالمية الثانية من قبل روسيا موقف الأردن أعلن للملاء وعبر وسائل الإعلام أنه سيساعد لتدريب العشائر السورية وكما ساعد تدريب العشائر العراقية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأعتقد هناك تنسيق بعن التحالف الدولي قد تكون هناك مناطق تدريب في المنطقة يساعد في الأردن لأنه مشترك بالتحالف الدولي لتعزيز قدرات المعارضة لتعزيز قدرات العشائر وتماسك العشائر وهذا موقف مبدئي وثابت بالسياسة الأردنية الخارجية ليست خافية على حد كان واضح أيضا سواء في الشمال أو في الجنوب برز اسم لدروز هذه المرة طبعا عندما نتحدث عن سويدا أكيد نتحدث عن ديموغرافيا غالبة من لدروز إلى أي مدى ترى بأنه في هذه المعركة يعاد ويستعمل ورقة الأقليات مجددا لاستقطابها إلى جانب النظام شوف ورقة الأقليات بأي دولة تمر بمرحلة تحول معارضة انتفاضات ثورات شعبية النظام السوري نجح في استخدام ورقة الأقليات سواء كان الدروز أو الأقليات المسيحية في الشمال السوري الدروز لا أحد يمكن أنه مكون أساسي من مكونات الشعب السوري ومكون محترم ولوه دوره ولوه تاريخه ولوه جهوده في سوريا وليد جبناط اليوم أعلن كما أعلم الجميع أن ما حصل هو سوء فهم وليس نوع من الاحتكاك المقصود الانتفاضة الدروزية ضد النظام السوري وسوء فهم أحد قادة النصرة تعامل بطريقة غير مقبولة في إذنب مع أحد المواطنين الدروز مما أدى إلى اجتباك واختثال وأعتقد أنه وليد جمهورات قادر على الاحتواء لازمة من خلال تصريحه أعتقد السوريين لن يستخدموا ورقة الدروز ضد المعارض والمعارض لن تستخدم ورقة الدروز ضد المكون الشعب السوري قد يكون حادث عابر ولكن دائما ما نلاحظ عندما تستهدف أي أقلية مع تحفظي على هذا المصطلح مسيحيين أو دروز أو أي نوع من الأقليات كان فجأة ويصبح الحدث كبير اليوم وليد جمهورات قال ذلك أنه 200 سوري يقتلون يوميا من حلب شمالا إلى درعا جنوبا من مقتضيات المعركة أن يقتل ناس في هذه المنطقة وهذا ما نتحدث عنه قابلية الناس للإنجرار والتهويل عن ما يتعلق الموضوع بين قوسين بالأقليات بالبعد الإعلام هو البعد الفاعل والمؤثر في تحريك جبهات القدال أنا بعتقد الإعلام هو جبهة متحركة على مدار الساعة تؤثر على الرأي العام والاتجاه العام وما يحصل في السورية نوعين الرأي العام والاتجاه العام فيما يتعلق لكن أنا أقول النظام السوري تحت الضغط الجيش السوري تحت الضغط قدراته في تراجع سواء قدراته المعنوية أو البشرية أو العسكري ولولا الدعم الخارجي من الحالفين الأساسيين اللي هي إيران وروسيا والشريك الرئيس الاستراتيجي حزب الله لكانت الأوضاع على الأرض غير ميت يقول بأنه متفائل بالجيش السوري وقدراته بسبب دعم الحلفاء ليس بسبب الجيش بسبب دعم الحلفاء يعني السؤال هنا بالأسابيع الأخيرة كما لاحظت سيد دكتور صالح أنه رقعة المعارك تتوسع رغم أنه مفاست المقضاء قال أنه مررنا بأمور أصعب لا أدري إذا كانت مرت سوريا بفترات أسكرية لا أتبق معه بهذا التفاصل أصعب من ذلك إلى أي مدى ترى أن الحلفاء قادرين على الاستمرار في دعم سوريا بهذا الوضع سؤال جيد يعني ذكرني بأنه الآن في ثلاث أوراق تلعب فيها إيران إذا أخذنا وهي اللاعب الإقليمي الفاعل والرئيسي نترك روسيا ثلاث أوراق الورقة العراق وورقة سوريا وبلس لبنان وورقة اليمن المواطن العادي ليس المحلل استراتيجي لو سألنا ما هي أولويات الثلاث أوراق بالنسبة لإيران العراق نووي ورقة متمكنة منها إيران ولن تتخلى تتخلى عن كل الأوراق ما عدا الورقة العراقية أو الملف العراقي أصبعا الورقة السورية والورقة اليمنية أعتقد هناك بارغين وأعتقد المصالح فوق المبادئ من لا يعرف أن إيران تمتاز بالدبلوماسية الماهرة والعميقة أعتقد ستضع الملف السوري وخروج بشار آمنا من سوريا تربط بمجموعة 5 بلس 1 خفف الضغط على متطلباتنا في الملف النووي مقابل نحن دائرة متصلة دائرة متصلة أيضا الحوتيين في طريق دكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا على انضمامك إلينا وضعت الانتخابات التركية أوزارها نتيجة تضع حزب العدالة والتنمية في زوية ضيقة واحتمالات أحلاها مر تشكيل الحكومة القادمة ومسيرة الحزب الحاكم في البرلمان الجديد درب تملأه الأشواك التي لم يعتد عليها الحزب الذي لطالما تغنى بأغلبياته المطلقة والذي تعد هزيمته هذه ضربة قوية لأبيه الروحي للرجب طيب أردوغان في تأسيس جمهوريته التركية الخاصة غابت شمس السابع من يونيو عن حقبة مهمة في تاريخ تركيا وانكفأ الرئيس أردوغان في قصره مودعا حلما بملك مطلق وصلاحية موسعة ودعى أردوغان ليلتها أحلامه بعثمانية جديدة بعد أن صوت ستون بالمئة ضد سياساته في السنوات الأربع الماضية وضد سعيه للتفرد بالحكم فقد حزب العدالة والتنمية ربع ناخبيه في أول اختبار لزعامة دوغلو وإن بقي الحزب في الصدارة مشكلا رقما صعبا لا يمكن تشكيل حكومة من غيره إلا أنه فقد السلطان الانفراد بالتشريع والحكم وبات يواجه خطر فتح دفاتره القديمة وإعادة التحقيق مع وزرائه بتهم الفساد وفي أول مواجهة للحقيقة المرة يستعد الحزب لخسارة مقعد رئاسة البرلمان ليكون هناك رئيس من المعارضة يخلف أردوغان في الحكم عند سفره ويرتب أجندة البرلمان وما يعرض عليه نهيك عن أن الغالبية العددية للمعارضة في البرلمان تستطيع الآن نقل أو حرمان أردوغان من قصره الجديد الذي طالما فاخر بغرفه التي يزيد عددها عن الألف ومئة ليكون العمل على الاحتكام لانتخابات مبكرة مع تعطيل البرلمان أو عرقلة عمله من خلال تحالف مؤقت مع الأكراد هو الحل الوحيد المتاح أمام أردوغان الأكراد خرجوا الفائز الأكبر في هذه الانتخابات بعد دخولهم البرلمان لأول مرة على قائمة الأحزاب وليس الأفراد بعد أن تغلبوا على قانون العتبة البرلمانية بل إن عدد المقاعد التي حصلوا عليها كان أكبر من مقاعد أعدائهم القوميين مفارقة يمكن البناء عليها لصالح استكمال مسيرة الحل السلمي مع حزب العمال الكردستاني الإعلام الإسلامي في تركيا وخارجها الذي طالما شدد على احترام إرادة الشارع التناسى دعواته وخرج لينتقد الشارع التركي ويصفه بناكر الجميل أسيما وأن ملفات إقليمية كثيرة قد تتأثر في غير صالح الإسلاميين في سوريا ومصر بعد تراجع قوة أكبر داعم لهم سياسيا في المنطقة زلزال الانتخابات التركية قد يشكل فرصة لاستعادة حزب العدالة والتنمية عافيته القديمة إن إنه استطاع تصحيح علاقته بأردغان وإعادة آلية الشورى بين قياداته وقد انعكسوا صفحة جديدة في علاقات تركيا الإقليمية والخارجية لكن ما يبدو فرصة للغير والمعارضة قد يشكل الأسوأ بالنسبة الأردغان الذي قد لا يستسلم للواقع ينضم إلينا من أستنبول الباحث السياسي حسني محلي سيد حسني مرحبا بك معنا في الأسبوع في جردة لنقل وتذكير بأحداث الأسبوع عندما كانت هناك مفاجأة لنقل لحزب العدالة والتنمية بعدم حصوله على الأغلبية إلى أي مدى ذلك يعد تراجع في ثقة الشعب التركي بشخص أردغان كونه الأب الروحي لنقل لهذا الحزب بعد بطولات تفاخرة بها أردغان وحصوله على كرسي الرئاسة لماذا تراجعت هذه الثقة؟ يعني هي ليس تراجع بل أعتقد بأنها هزيمة واضحة وعنيفة لأردغان لأنه هو الذي تبنى الحملة الانتخابية وليس زعيم الحزب ورئيس الوزراء أحمد داود دوغلو فالشعب اقتنع من خلال هذه الحملة الانتخابية بأن على أردغان أن يتراجع ويعود إلى قصر الرئاسة وأن يتخلى عن أحلامه فيما يتعلق بأن يصبح زعيما وخليفة وسلطانا للبلاد لأن الشعب التركي تعود على نظام برلماني ولم يتعود على نظام رئاسي ولكن في نفس الوقت هو استبدادي أيضا وكأنه كانت هذه الانتخابات استفتاء يعني جانب منها كان استفتاء على طموحات أردغان على شخصه في تحويل الحكم إلى نظام رئاسي أو لا إلى أي مدى ترى أن هذا ما حصل بالفعل في تركيا؟ نعم هذا هو استفتاء بكل ما تعنيه هذه الكلمة كما قلت لأن أردغان هو الذي تبنى الحملة الانتخابية لو لم يكن أردغان خلال هذه الحملة الانتخابية وهو ما يخالف الدستور يخرج إلى الشوارع بمعدل ثلاث مرات في اليوم لما كانت الأمور بهذا الإطار ولما كنا نحن الآن نسأل هذا السؤال أو نبحث عن جواب له إن كان هو استفتاء أو لا ولكن أردغان هو الذي أراد ذلك وبالنتيجة عليه أن يتحمل ما تعرض له هو شخصيا والحزب أي العدالة والتنمية طيب تأثير ذلك على هيمنة الحزب لنقل في الحياة السياسية التركية سيد حسني البعض يرى بأن الحكومة الاتلافية هي خطر على الحزب بحد ذاته لأن المعارضين طواقون لكشف ملفات فساد كانت مخبأ في أدراج الحزب الواحد وحكومة الحزب الواحد هل نتوقع مفاجآت في هذا الإطار بدون شك يعني العدالة والتنمية في نهاية المطاف مني بهزيمة ساحقة ولن يحكم التركية بعد الآن كما حكمها خلال 12 عاما الماضية أي حزب سيشارك العدالة والتنمية في الاتلاف إن شارك بدون شك فبدون شك سيفتح ملفات الفساد وسيطلب من العدالة والتنمية أن يضغط على رئيس الجمهورية أردوغان حتى يبقى في قصره وبدون صلاحيات مطلقة يضاف إلى ذلك كل أحزاب المعارضة الثلاث التي دخلت البرلمان خلال الحملة الانتخابية قالت بأنها لن تسمح بأي دعم للجماعات المسلحة في سوريا وأنها ستقطع العلاقة مع الإخوان المسلمين وسوف تعيد إلى وضعها الطبيعي مع مصر وكذلك مع العجلة الدول المنطق ذكرتهم سيد حسني باختصارنا والتوسع أكثر كيف ستغير هذه الانتخابات من السياسة الخارجية التركية التي ربما شوشت علاقات مع العديد من الدول ودعمت الإسلاميين ودعمت الإخوان المسلمين بشكل صارخ في بعض الدول وبعض الملفات في المنطقة عالق بسبب ربما هذا التوجه كيف يمكن أن يؤثر ذلك من خلال الانتخابات زميلة ريدك كما قلت قبل قليل أي حزب سيشارك العدالة والتنمية سيتقدم بهذه المطالب هذا أولا ولكن لنفرض أنه بقي العدالة والتنمية خارج السلطة أي إذا نجحت أحزاب المعارضة الثلاث في تشكيل حكومة ائتلافية حينها سنرى تركيا بكل ما تعنيه الكلمة تركيا جديدة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارج على سبيل المثال أي حكومة سيتم تشكيلها ستقوم فورا فورا بتغيير رئيس جهاز المخابرات الوطنية وهو المسؤول عن كل السياسة الخارجية التركية العلاقة مع الإخوان المسلمين العلاقة مع الإسلاميين في ليبيا العلاقة مع الجماعات المسلحة في سوريا وغير من هذه الأمور التي نعرفها إذن سيتخلق الحدود وستعود الأمور إلى وضع الطبيعي من مصر هذا في حالة حلفت الأحزاب الثلاثة سيد حسني من دون العدالة والتنمية ولكن إلى أي مدى هذا متوقع يعني أن العدالة والتنمية أيضا تراجع عن الأغلبية ولكنه لا يزال كتلة أكبر نعم ولكن الأحزاب الثلاثة أكبر من العدالة والتنمية في نهاية المطاف يعني المعادلة الرقمية في البرلمان هي لصالح أحزاب المعارضة وليس لصالح العدالة والتنمية يضاب إلى ذلك الرهان الآن على موقف العواصم الغربية وخاصة واشنطن والرأس مال الأجنب الموجود في تركيا لأننا نعرف جيدا بأن واشنطن لها تأثير قوي في المعادلة السياسية التركية نحن نعرف أيضا هناك تسريبات بأن واشنطن قد سايمت من تصرفات أردوغان ومن تصرفات وسياسات العدالة والتنمية خاصة وأن واشنطن بدأت تولي العلاقة مع مصر أهمية كبيرة جدا في مجمل تطورات المنطقة منطقة الشرق الأوسط بشكل العام إذن الدور التركي في تراجع حسب رأي الكثير من الأمريكان ويجب أن ننتبه ويجب أن ننتبه إلى ما قاله الرئيس أوباما قبل ثلاثة أيام عن تركيا عندما قال على تركيا أن تضع حد نهائي لإغلاق حدودها ومنى تسلل العناصر الأجنبية إلى سوريا أعتقد أن هذا مؤشر مهم جدا فيما يتعلق بالموقف التركي اتجاه الحكومة الجديدة في تركيا وأنا أعتقد شخصيا بأنها ستكون خارج العدالة والتنمية طيب جيد في هذا الإطار يبدو أن هناك بالفعل مخاوف حتى من أحمد داود أوغلو الذي قال في تصريحات سابقة عقبت الانتخابات أن تركيا اليوم لا تناسبها حكومة تلافية وأن تركيا من دون حزب العدالة والتنمية ستكون مثل عراق أو مثل سوريا أو مثل لبنان إلى من يتوجه بهذا الكلام؟ هل بالفعل لدى المواطن التركي شعور بأن العدالة والتنمية يحقق له الأمان أيضا سيد حسني؟ هل مقولات أحمد داود أوغلو مبررة لها ما يبررها في الشارع التركي؟ أبدا عزيزتي زميلة ريتا أعتقد هذا كلام يحاول داود أوغلو وأنصار وأردوغان حتى أردوغان قال كلاما من هذا النوع إذا كان هذا صحيحا لماذا صوت 60% من الشعب التركي ضد العدالة والتنمية ضد أردوغان إذا كان الشعب التركي والجميع يعرف واصلعات الرأي كانت تبين بأن هناك حكومة تلافية إذن لماذا صوت هؤلاء ضد العدالة والتنمية إن كان هناك تخوف في الشارع التركي؟ أعتقد بأن كلام أردوغان موجه لواشنطن وموجه للعواصم الأجنبية الغربية وخاصة باريس لندن وبرلين وكذلك للرأسمال الأجنبي الموجود هنا وليس أقل من 2 تريليون دولار وهو أيضا له تأثيره في المعادلات السياسية التركية بشكل أو بآخر لأن العدالة إن خسر السلطة يجب أن نعرف وأنا حسن محلي أريد أن أقول بأنه لن يعود إلى السلطة أبدا لأن الحكومة الجديدة ستغير كل شيء قبل قليل أعطيت مثالا على رئيس جهاز المخابرات كل اللجان البرلمانية ستكون لصالح المعارضة كل مؤسسات الدولة المجلس الأعلى للقضاء وهو جهاز مهم جدا سيتم تغيير رئيسه لأن وزير العدل هو رئيس جهاز المجلس القضاء الأعلى المجلس الأعلى للتعليم المجلس الأعلى للإعلام المجلس الأعلى المجلس الأعلى كل هذه المؤسسات ستأخذ من يد العدالة والتنمية وتعطى للمعارضة وفق المعادلة الرقمية في البرلمان وحينها العدالة والتنمية سيخسر كل شيء في تركيا طيب سيد حسني اليوم ضمن كل هذه المعطيات هناك من يتحدث عن انتخابات مبكرة عن فشل ربما في تشكيل حكومة اتلافية سيصب في صالح العدالة والتنمية إلى أي مدى هذا سيناريو مرجح برأيك حتى إذا كان هذا مرجح سينتهي إذا قرر ذلك لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية يعني اتخاذ قرار الانتخابات المبكرة سيكون من صلاحيات الرئيس إذا اتخذ الرئيس مثل هذا القرار على أردوغان وعلى العدالة والتنمية أن يعرفوا جيدا وهم يعرفون بدون شك أن ذلك سيكون هزيمة ساحقة للعدالة والتنمية لأنه لم يحترم إرادة الشعب التركي في انتخابات الأحد الماضي شكرا جزيلا الباحث السياسي حسني محلي من اسطنبول شكرا على المشاركة معنا الآن نذهب إلى استعراض سريع لمختلف أحداث الأسبوع مع سامي قاسمي مع مطلع الأسبوع عدى مرسلنا تقريرا عن الحوادث المرورية في السودان التي حصدت العام الماضي نحو ألفي مواطن وخمسة ألاف مصاب ويشكو مواطنون وسائقو صييرات من ذيق ورداءة الطرق وتعزو وزارة الطرق والجسور التي بدأت حملة صيانة جزئية أسباب تلك الحوادث لزيادة حمولة الشحنات والسرعة العالية في الرياضة توجى برشلون الإسباني بدور أبطال أوروبا وذلك بعد فوزه على يوفونتس بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في مدينة برلين بألمانيا ليكمل بذلك ثلاثية الموسم بعد فوزه بلقبي الدور والكأس الإسبانيين للمرة الخامسة في تاريخه يوم الأحد أظهرت نتائج الانتخابات التركية خسارة حزب العدلة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية المطلقة وتشير النتائج لحصول الحزب على نحو أربعين في المئة من الأصوات تلاه حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على نحو خمسة وعشرين في المئة من الأصوات ومن أقليم السليمانية بكردستان العراق تابع مرسلنا ملتقى ضم محافظي المحافظات العراقية كرسة لبحث السبل الكفيلة بإنعاش الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى المحافظات العراقية التي تشهد استقرارا نسبيا في شمال وجنوب العراق يوم الاثنين انطلقت في المغرب جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة ونقش المجتمعون في السخرات المسودة الجديدة للاتفاق السياسي لكن البرلمان الليبي في طبرق أبدى تحفظه عليها كما انطلق في القاهرة أيضا المؤتمر الموسع للمعارضة السورية على مدى يومين بهدف التشاور لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات السورية المعارضة إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وعدد من الشخصيات الدبلوماسية العربية يوم الثلاثاء عدى مراسلنا في القاهرة تقريرا عن دروس الخصوصية في مصر خصوصا مع بدء امتحانات الثانوية العامة وتشهد مراكز الدروس الخصوصية إقبالا كبيرا من الطلاب مما يثير جدلا في أوساط المهتمين في قطاع التعليم في مصر في اليمن أطلق تلف الإغاثة الشعبية في عدن نداء استغاثة لإنقاذ محافظة عدن وأبيا والبالع بعد تدهل الأوضاع الإنسانية فيها ويعيش سكان مدينة عدن والمحافظات المجاورة أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة استمرار الحثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بفرض حصار عليهم ومنع دخول الحاجات الأساسية يوم الإربعاء عرضنا تقريرا عن كأس العالم لسباق الطائرات إيريس وان السباق الذي صدفته تونس يعد الأول من نوعه يقام في القارة الإفريقية وحضر العشرات من التونسيين والسياح لمشاهدة هذا الحدث ومن بوليفيا عرضنا تقريرا عن تطبيق سلطات البوليفيا نظاما يفرض على السيارات تركيب شريحة في زجاجها تتيح رصد المركبات غير القانونية وقد أثبت النظام نجاعته في ضبط المخالفات يوم الخميس نقلت مرسلتنا مشاهد تظاهرات التي قام بها المئات من سكان النقب في مدينة بئر السبع احتجاجا على قرار إسرائيل إخلاء قريتي أم الحيران وعتير لإقامة مستوطنة إسرائيلية وقال المشاركون إن التظاهرات هي بداية للتحرك الشعبي لوقف المخطط ونختم جولتنا بجولة في مدينة نجران السعودية التي يلتزم فيها ملاك المساكن المتضررين من القصف بالبقاء في المدينة فيما تعمل الحكومة السعودية على تعويذ ملاك المساكن المتضررين عبر لجان مكونة من عدة قطاعات حكومية الآن عودة إلى رتا نظرياً أبناء ميانمار ولكنها بلد أنكرت حقوقهم الإنسانية قبل أن تنكر دينهم فكانت قبل ثلاث سنوات المذبحة التي صدمت العالم ظلنا كثيرون حينها أنها مشكلة سيتصدى لها العالم بالحل ولكن النسيان أو التناسي عاد مأساة الروهينجيا إلى مربعها الأول فكان تشرد في البحر لم تنقذهم منه أياد الجيران المسلمين منهم وحتى غير المسلمين مأساة مسلمي الروهينجيا في ميانمار ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى أكثر من ثلاثين عاما حين أصدرت حكومة بورما حينها مرسوماً يقضي بسحب الجنسية وإلغاء كافة حقوق المواطنة لمسلمي الروهينجيا مرسوم كان بمثابة الضوء الأخضر للمتطرفين البوذيين في فعل ما يحلو لهم فاستباحوا الأعراض وسفكوا الدماء وأحرقوا القرى بمن فيها على مرأة ومسمع من الحكومة بل بأمر من ساستها في حالات كثيرة عام 2012 شاهد العالم أفضع الجرائم والمذابح والحرق الجماعي لمسلمي الروهينجيا وتابع مأساتهم عبر شاشات التلفزة ظهرت على إثرها منشدات وبيانات خجولة من هنا أو هناك سرعان ما خفت صوتها ونسي أو تناسى عالم الحريات والعدالة وحقوق الإنسان ما جرى على مسلمي ميانمار وما حدث بعده اليوم تحل الذكرى الثالثة لهذه المأساة المنسية وما زال أكثر من مليون ونصف المليون مشردين ونازحين في الداخل ودول الجوار التي وصلوا إليها في قوارب الموت وتحت رحمة عصابات تجارة البشر المنتشرة في تايلاند وماليزيا وإندونسيا تقول الإحصاءات الصادرة عن المركز الإعلامي الروهنجي أنه تم اكتشاف أكثر من 190 مقبرة جماعية في تايلاند وماليزيا وأكثر من 80 مخيما مهجورا لتجارة البشر في البلدين وأن عدد القتل تجاوز 20 ألف قتيل بين من قضى مقتولا في منزله أو غريقا في عرض البحر أو سجينا تحت التعذيب حتى الموت أو متأثرا بأمراض وبائية كما يشير التقرير إلى 3000 حالة اقتصاب التقرير ذاته يؤكد على حرق أكثر من 70 قرية ومدرسة ومسجد في إقليم أركان وما زالت فصول معاناة النازحين من الروهنجيا تتوالى فمن نجى من الذبح أو الحرق في بلاده لم ينجو من الإذلال والإهانة والعوز في بلد التشرد والنزوح نضم إلينا من مدينة لوزيرن السويسرية الناشط الحقوقي الروهنجي عزيز عبد المجيد سيد عزيز مرحبا بك معنا ربما التقرير استعرض في عجالة أبرز ما تعرضت له الروهنجيا من مجازر من اضطهاد ولكن نسأل هنا لذكرى ثالثة لهذه المجزرة لماذا كل هذا الحقد ربما كل هذه الممارسات ضدهم في البداية أشكر قناة ستينيوز على هذه الاستضافة الكريمة يا أخت الكريمة اليوم نحن كابنا روهنجا في كل مكان حينما نحيى ذكرى ثالثة لنفة يونو عام 2012 وفي حقيقة الأمر نناشد بهذا الضمير الإنساني العالمي دولا وشعوب ومنظمات بالالتفاف لما يعانيه الشعب الروهنجا في وطن على أيدي الحكومة البوذية ظالمة من جهة على أيدي عصابات الموق البوذية من جهة نفرة من عمليات قتل مستمرة بهدف تهجيرهم إلى خارج بورما وهناك في القرى والمدن التي يعيش فيها الروهنجا تجري عمليات القتل يوميا بحق الأبرياء المستضعفين بأساليب شتى حرقا ذبحا أفرادا وجماعات وهناك عمليات تشريد وهناك عمليات الإبادة الحقيقية بحق الروهنجا وهناك جرائم ضد الإنسانية فنحن لسنا في حالة حرب حتى يبرر تلك العمليات عمليات القتل والذين يقتلون من أبناء الروهنجا هم وناس أبنية سيد عزيز عفوا نود أن نفهم هذه الممارسات مستمرة حتى بعد المجزر الكبير التي حصلت هذه الممارسات معتادة ضدهم في إقليم أركان نود أن نفهم أكثر منذ حينها عندما استشاطت منظمات دولية طالب حقوقهم إلى ما شابه وحتى الآن هل تغير شيء في المعاملة؟ نعم لم يتغير شيء هذا الذي كنت أريد أن أوصل إليه الآن الذين يقتلون من أبناء الروهنجا هم أناس أبرياء ويقتلون الهوية فقط لأنهم مسلمون وكل ذلك في غفلة من المجتمع الدولي وكلامنا هذا ليس كلاما مرسلا ولا عطفيا إنما هي الحقائق والآن ولاية أركان يا أختي مغلقة تماما أمام العالم الخارجي أنا أتكلم الآن بعد مدية ثلاث سنوات وهناك غياب تام لأي مراقبة من الأجانب في مناطق تواجد المسلمين سيد عزيز عفوا نود أن نفهم طبيعة ربما طبيعة الصراع إن صح التعبير طبيعة الاضطهاد الذي يتعرض له هذه الأقلية هل هو اضطهاد طائفي أو عرقي لأنه غير معترف بجنسيتهم يعني في ميانمار يقولون بأنهم من بنجلادش لا يعترفون بجنسيتهم هل لأنهم مسلمون أم بسبب الجنسية أو العرق؟ لماذا؟ أولا نحن كروهنجة أبناء المنطقة نحن أصحاب البلد الحقيقيين وتواجد بورما في أركان تواجد المحتل وبورما تريد عمل تطهير الأرقي للمنطقة لأنها هي التي احتلت أركان ولا تريد إبقاء الهوية الروهنجية في المكان هي أولا لقضية تطهير الأرقي ومن ثم هو حرب ضد المسلمين في المنطقة والآن ولا تركان يأتي مغلقة تماما أمام العالم القارجي ولا يوجد هناك أي مراقب أجنبي لأن الحكومة البورمية تمنع تواجد تواقم المنظمات الأممية والهياة الإغاثية الإنسانية وذلك منذ واقع مارس من العام 2014 سيد عزيز واضح أن هناك اضطهاد في بورما في ميانمار ولكن أيضا هذا الاضطهاد طال دول عديدة في المنطقة مثل تايلند مثل ماليزيا تجار البشر ارتكبوا فضاعات بحق الروهينجا أيضا في هذه البلدان لم يتم الاعتراف بحقوقهم لم يتم استقبال أعداد كبيرة منهم أيضا نتساءل لماذا دول الجوار تتعامل بنفس الطريقة بشكل أو بآخر معهم والله أنا أقول برغم من هول الماسات الإنسانية التي برزت مؤخرا في المنطقة بسبب تقفت السبل لألاف أبناء الروهينجا في بحر أندمان وموت الألاف منهم غرقا في الحقيقة ما كانت أزمة لاجئة القوارب من الروهينجا مؤخرا إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى تشفت المستور وعرف العالم من خلالها حجم المعاناة التي يلاقها الروهينجا في الداخل والقارج الآن التفت العالم ولو ألا استحياء إلى قضيتنا وإن كانت تلك الأزمة الجزء والمرئي من تلك المعاناة فهناك الجزء غير المرئي وهو الحالة التي تعيشها قرابة مليون ونص من الروهينجا داخل وطنه كسجناء محرومين أن أبسط حقوق لا نقول حقوق الإنسان وإنما نقول فقط حقوق قائن حي لأن حقوق الإنسان بالنسبة للروهينجا في وطنه وفق العلان العالمي الشهير محطرف أنا أقول محطرف فنقول حقوق قائن حي الذي لوح احتياجات الإنسان لو تذكر لنا باختصار وبتحديد سيد عزيز حتى نفهم أكثر بتحديد أكثر الروهينجا اليوم في ميانمار في إقليم أركان المعزول كيف يعيشون ما هي الحقوق المحرومين منها بشكل رئيسي والتي يطالبون بها الآن المسلمون هم هنا قسمين قسما يعيشون في قرانهم ومدنهم والقسم كبير يقدر عددهم مية وتسين ألف شخص الآن موجودون في مخيمات هم يسمون مخيمات ولكنهم عسكرات للإتقال وفي وضع مزر جدا حيث لا يتوفر أي قومات للبقاء فلا صحة ولا تعليم ولا غذاء ولا ماوة ولا ما فهم محرومون من كل شيء زد إلى ذلك وهم ممنوعون من الخروج من تلك المخيمات فهؤلاء يريدون القضاء عليهم في داخل هذه المخيمات فمؤخرا الحكومة شربت هناك معلومات وردت إلى منظمة هيمراج أود وهي منظمة ضمنت تقريرها مؤخرا الحكومة الآن تخطب لتحقيق هوية هؤلاء الناس ومن ثم من يثبت أنه غير بورمي أو روهينغ غير بورمي فهؤلاء يقومون بطردهم إلى خارج البلاد فأولا الحكومة المخططة للقضاء عليهم إما بالموت أو جوع لأن هذه المخيمات لا تتوفر فيها أي مقاومات للبقاء ولكن سيد عزيز عفوا بعد أزمة القوارب والمذبح التي كان يذكر المشاهدون في الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضي عندما أصبح هناك مجزرة على أحد القوارب بسبب نقص الإمدادات والأغذية بعد رفض الدول استقبالهم 7000 مهاجر الولايات المتحدة ودول آسيان ربما بشكل تحديدي الولايات المتحدة ضغطت على حكومة ميانمار لإعطاء المزيد من الحقوق للروهينغا ماذا حصل هنا؟ هل من أي نوع من الاستجابة لهذه الضغوط الدولية المتزايدة مؤخرا؟ والله لم تكن هناك أي ضغوط أو أي طلبات محددة من قبل الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وعندما تحدث الرئيس باراك أوباما يعني وجه خطابه بأسلوب لطيف وموجه يعني بطريقة محببة إلى النفوس ودورما لا تستمع إلى مثل هذه الخطابات الودية وللنصائح والإرشادات ودورما دولة ديكتاتورية دولة قاسية دولة عسكرية هي تتعامل دائما بقوة ولم تغير من الواقف شيء والرئيس باراك أوباما فقال لو كنت أنا رهنجيا لما خرجت من وطني ما الذي يغير؟ فقال على دورما أحسين وضع الحقوقي إذا أرادت الوصول إلى الديمقراطية هل مثل هذه اللغة تؤثر في الحكومة البورمية؟ كلا الآن تقوم الحكومة البورمية بإبادته وهيجا بكل أسالي بالقتل والقم في الداخل لحمله ما لا تركي البلاد طب ما هي القنوات؟ طب هذه الأزمة مستمرة منذ سنوات عديدة سيد عزيز والأمور إلى أسوأ بحسب ما نسمع ما الحل هنا؟ ما هي القنوات التي تنسقون معها؟ أين هي منظمة التعاون الإسلامي؟ مثلا دول آسيان ما موقفها من الموضوع؟ بصفتك ناشط حقوقي؟ نعم الآن منظمة التعاون الإسلامي تحت مضلتها تقريبا 57 دولة فمنظمة قامت بدور إيجابي جيد ولكن أيضا دور منظمة التعاون الإسلامي دور استرشادي دور استعتافي لم تكن هناك أوراق ضغط لم تكن هناك تلويح بأي إجراء ترزع الحكومة البورمية فالمنظمة التعاون الإسلامي أرسلت وفدا كبيرا وكان من ضمن الوفق وزراء من ندة الدول هؤلاء ذهبوا إلى بورما وإلى أماكن الاتهاد والقتل والتشريف فعينوا عينوا الوضع ثم رجعوا بخفة حينين كما يقال ولم يتغير الواقع والآن يعني مجرد الزيارة مجرد طلب الاستعتاف لن يغير من الواقع بشيء فلابد من إجراءات محددة ومن إجراءات قوية ضد هذا وصبع 50 دولار قادرة ثم ليس فقط منظمة التعاون الإسلامي هناك الدول العربية الدول الإسلامية ثم الدول الكبرى عليها المسؤولية الأدبية تجاه هذه المجازر تجاه هذا التشريد لا إنساني شكرا جزيلا أشكرا جزيلا عزيز عبد المجيد الناشط الحقوقي الروهينجي من لازيرن بسويسرا إذن في فقرة مراسل الأسبوع سنستعرض طغطة سكان يوز عربية لقضية التفجير الفاشل في مدينة الأقصر المصرية والتي ربما كان ينقلها إلينا من هناك مراسلنا سمير عمر وهو الآن من القاهرة وعاد مساء اليوم من الأقصر الحمد لله على السلام سمير عدت حديثا من هناك وأنا أود أن نسألك أنت كنت في القاهرة عندما يأتيك خبر عاجل من تفجير مثلا مثل الذي حصل في الأقصر كيف تكون ترتيبات السفر والتغطية كيف تنظم أمورك بالسرعة المطلوبة لتغطية الحدث ريتا هي منظومة متكاملة تعرفنا عليها عندما عملنا بسكاينيوز عربية بكل مؤسسات الصحفية والإعلامية هي منظومة تربط مكتب القاهرة بالفرع الرئيسي في أبوظبي بمراسلتنا المحلية التي وفاتنا بالخبر وسبقنا به بقية زملائنا في وسائل الإعلام الأخرى ثم وفاتنا بصور أولية من موقع التفجير ونقلناها أيضا على هواء قبل الآخرين بعد ذلك يتم التنسيق للسفر وهذا هو الأهم مع المراسل المحلي لترتيب كل الأمور بحيث نصل إلى موقع الحادث وننقل له مباشرة ننقل للمشاهدين ما يدور على الأرض وهذا ما حدث معنا بالفعل فقلنا سبقين في نقل الخبر ثم أول صورة ثم أيضا كنا أول من ظهر بصورة مباشرة من معبد الكرنك كم استغرق معك الوقت سامير منذ أن علمت بالخبر حتى وصولك وظهورك على الهواء معنا هو اضطررنا للتأخير قليلا لأن الوصول إلى الأقصر ليس هناك من سبيل أسرع من الطائرة وكانت أول طائرة في الخامسة مساء تقريبا وكان إلى جواري في ذات الطائرة وزير السياحة وأيضا وزير الآثار ودخلنا معا إلى متحف المعبد الكرنك وكان معنا وزير السياحة على الهواء بعد دقائق من وصولنا إلى المعبد وأيضا أجرينا حوارا مع المحافظ الأقصر ليروي لنا تفاصيل ما حدث وأجرينا أيضا حوارا مع وزير الآثار للحديث عن حالة الآثار سواء كان ذلك في معبد الكرنك أو في المواقع الأثرية الأخرى في مدينة الأقصر كنت معهم في الطائرة لهذا السبب ربما تسهلت الأمور سامير نواد أن نعرف في مثل هذه الحالات إلى أي مدى من الصعب في ظل الازدحام ربما الخبر العاجل التهديدات الإرهابية أن تحصل على مقابلات حصرية في مثل هذه الظروف يعني هذا ما في شيء صعب عليك أكيد نحن دائما في المقدمة سواء كان معنا الوزراء على نفس الطائرة أو كانوا غير موجودين كنا بالفعل رتدنا مع المحافظ وتصلنا بمكتب وزير الآثار وتصلنا بمكتب وزير السياحة بحيث يكونوا معنا ثم بعد ذلك أخبرونا بأن الوزيرين سيكونوا معنا على ذات الطائرة ضمننا تدفقا إخباريا سريعا وضقيقا وأيضا نقلنا صورة من داخل المعبد بشكل سريع وكنا ربما نقلنا معلومات حصرية عن طريقة تنفيذ التفجير وطريقة التصدي لو سواء كان من المواطنين أو أصحاب المحاجر والبزارات أكيد هذا التفجير كان رد الفعل الأكبر كان على السياحة وعلى السياح كيف تسنى لك الحصول على مقابلات ربما على السياح تحدثت إلى الناس هناك كيف رصدت الردود أفعالهم بعد نحو أربع ساعات من الحادث كانت أبواب معبد القرنق قد فتحت كان عرض الصوت والضوء قد بدأ في مساء ذات اليوم التقيت وساعتها كانت عرض الصوت والضوء بالرغة الروسية والتقيت عدد من السياحين الروس في ذات العرض حتى سألت أحد السياحين هل شعرت بالخوف بعد معرفتك بأخبار التفجير قال أنا هنا أنا وزوجاتي وأصدقائي وأعتقد أن هذا أبلغ رد على إذا كنا قد شعرنا بالخوف أم لا في اليوم التالي كان معبد القرنق يستقبله نحو ألفين من السائحين من الأمريكيين من الألمان من الروس من النرويج من الفرنسيين كل هؤلاء بعضهم رفع على مصر وكتب نحن نحب الأكسر ونحن هنا مع الأكسر ضد الإرهاب التقيت برجل وزوجتي حملوا الورود وضعوها عند معبد القرنق وحملوا الورود أخرى وضعوها عند معبد الأكسر ووضعوا الورود أخرى أمام المحافظة في رسالة العالم بأن نعود إلى الأكسر لأنها أمنا ويجب أن نقف مع مصر في مواجهاتها شكرا جزيلا سمير عمر مراسل سكانوز عربية من القاهرة على مشاركتك معنا شكرا للمشاهدين لكل من تابع هذه الحلقة نلتقي مجددا الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة